يبدو أن منسوب الاحتقان بين الأساتذة ووزارة التربية لن ينخفض قبل حلول درجات حرارة فصل الصيف فالخلاف على أشده بين الطرفين منذ بداية الموسم الدراسي وهذه المرة جامعة التعليم الثانوي المنظوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل تقر جملة من التحركات الميدانية مسيرات تجوب الجهات وأخرى بالعاصمة وتهدد بالدخول في احتصامات في حال اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأساتذة أو المديرين قبلها بأيام الجامعة تقرر مقاطعة امتحانات الثلاث الثاني بداية من فروض المراقبة إلى الفروض التأليفية خلال الأسبوع المغلق وتنظيم يومي غضب جهوي وطني خلال هذه السنة والمطالب هي قديمة ومتجددة تتلخص في ثلاثة محاور كبرى هي التخفيض في سن التقاعد واعتبار مهنة التعليم مهنة الشاق الزيادة في الأجور للأساتذة من أجل التعايش مع غلاء الأسعار والوضع المعيشي وتحسين وضعية المعاهد أما وزارة التربية فتستنكر المقاطعات العشوائية وسياسة لي الضراع وتقول أنه يجب على كل طرف تحمل مسؤوليته وتعتبر أنه أسليب التهديد وعدم تقديم أي مقترحات جدية للخروج من الأزمة لن يخدم أي طرف في خذم كل هذا المعاهد والتلمير ومستوى التعليم كلهم في ميزان المتضررين فما الحمد إذن هذه تقريبا حوصلة أو تذكير بنقاط هذه الأزمة بالنقابة الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية سعادة جدد بجوء ضيوفنا بحدنا رحب سي نجيب للسلامي كتبعا مساعدة الجامعة العامة شكرا أن تكسح شكرا على قبول الدعوة وسي رضا للزهروني رئيس الجمعية التنسية الأولياء والتلميذ شكرا على قبول الدعوة قلنا خلينا نجيب من يمثل الأولياء أحنا في الحقيقة وجهنا زادة الدعوة لوزارة التربية وما حبزوش الحضور لأنه ربما بالنسبة لي ما فيماش جديد ولا ما فيماش تطور على مستوى الحوار بين الجامعة العامة وبين الوزارة نبدأ معك أنت بلايسي نجيب سؤال مباشر يتمنى وتواسع إجابة مباشرة وصريحة له عام السناعة ما بيث سنة بيضاء عليه عما بيث احنا نقريه الدروس ماشي بطريقة طبيعية اللي بيش يجيه بأس سؤال هذي عما بيث المشاب هذي كما سؤاله الحكومة مش احنا احنا قادي نقريه والدروس قادي تتعطى بطريقة طبيعية وقد نقول مواجبنا فقط أنهم قطعين الامتحانات ما نشو نعمل الامتحانات إلى حين فتح مفاوضات جدية مع نقابة التعليم الثانوي بين الوزارة ونقابة التعليم الثانوي لالوصول إلى اتفاق يرضي لسنة لكن توقيت قاطعوا الامتحانات كيف عش قاطعوا الامتحانات تعتبروا عام بالألوان الطبيعية لا مجال ما سود منها لا لنه هسود لا بش هسود دخول لا بشويا شوف ما احنا عنا إجراءات نظالية ماخذينها ولا للأسف الشديد أنه يزم سؤال هذي بربي كل لكم نظالية هذي بجهر وعنش مستعمر في تونس لا مش نظال ونظال عنش مستعمرين لا مش مستعمر شكل من اشكال النظال تعبير لا مش كبير مصطلح مصطلح سياسي لا لا مصطلح سياسي يناضلوا من أجل التحقيق مطالب مش حاب تسمعها نظال نقابي ماش نقابي مفصل على السياسي راب النقابة هي سياسة اما نحن ضد ان النقابة متحزبة نحن ضد ان النقابة ما ندخلوش نحن في فلسفة المثاهيم لا مش مصطلحات لا لا مطالب مطالب الامتحانات وحمى اجراءات الاحتجاج على وزارة الطربية من أجل ان يتسمعنا تجلس معنا على طويلة المفاوضات وتحل المطالب لسياسي نجيب اذا كان يتم حجب الاعداد معناها ماش قرأ نقلوه من غير امتحانات لا نشوف نعمل امتحانات مزال ثمه برشا وقت ومزال ثمه امكانية للتدارك ومزال ثمه راهين تشنوه راهين الارادة السياسية متى الحكومة ومتاع وزارة الطربية عندهم ارادة سياسية يحبوا يجلسوا الى طويلة المفاوضات والحوار جدي مع نقابة التعليم الثاني اللي عندهم تونسي لشغل لفضل هذا المطالب رموه عندوش جمعة وعندوش شهر راهوا من 4 نوفمبر 2017 يعني تقريبا عام وشهرين 14 شهر هذا معقول ان حكومة مسكرة وذناها مسكرة عيناها ما تسمعش تقريبا 100 الف استاذ غضبانين يحتجوا من عمناه والاسناه يتحركوا من عمناه والاسناه يعملوا في ضربات يعملوا في وقافات احتجاجية يعملوا في اعتصامات تعليق الدروس حجب العداد مقاطعة امتحانات وهذا الكل ولمن مجيب الحكومة مش لنا وكأنه المشكلة يقوم في جزيرة اخرى مش في تونس هذا تشوفه طبيعي هذا الولي يعتبر هذا طبيعي السياسيين يعتبروا هذا طبيعي المفروض ان العبد الكل والناس الكل يجب تدخل لدى الحكومة ان يتخذ الايرادة السياسية وتحل المشكلة يجيو نتحاوره الولي هذا طبيعي ليش نوقف الوليان من 23 نوفمبر الى اليوم 5 جانفي 4 جانفي اكثر من شهر ونصف ولم نصل على اي جلسة تفاوض ثم تعليق ثلاثي ثم تعليق انه مواصل تعليق الامتحانات والحكومة لا تحرك وساكنا هو رابرة انت الحكومة انت ليه تحكم انت لعندك بفروض اسمعونا المشكلة اللي احنا عنا تقريبا يبدو لنا اللي نفس الحكاية مع ناجي جلول ومعالي قبله مع حاتب مسلم العام يبدو يتقول ايبارة ان توكلوا على الله ايبارة ان توكلوا على الله ايبارة انت طرف بخلاف انه المطلب المادي ومطلب التقاعد ثم مطلب اخر زادة كذلك يهمنا وباش نبقوا ندافو عليه وباش نبقوا نحتجو عليه وباش نبقوا ننازلو عليه اللي هي المدرسة العمومية منظومتنا العمومية التربوية اللي هي حالينا مريضة والمدرسة العمومية حالينا مريضة باش ندافو على المدرسة العمومية والتعليم العمومي الديمقراطي الموحد المجاني موجود 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 في بالي سن التقاعد مهنة شاقة وزيادة في الوجود سن التقاعد اللي هي باعتباره لمهنة شاقة سن التقاعد هو كنتيجة لانه مهنة شاقة ثم تحسين الوضع المادي للأستاذ ثم الوضع التربوي بسافة عامة الاصلاح الجوهري والشامل والعامي وتخصيص اعتمادات اللي حالين كنتحب نفتح في نقاشتهم نقول لك راهو ماتا نشوف رأي الأولياء سيريذا والله رأي الأولياء هو نفس الرأي اللي في العديد من المرات هو يتكرر في كل مشكلة اللي تتطرح ما بين النقابة والوزارة ونلقى أولادنا وبناتنا ديما هما نقول أنا ورقة الضغط طريقة النضال الأكيد الأكيد أنه الواقع هذا ما هوش قاعد يخدم لا في مسحة أولادنا لا في مسحة عائلاتنا وله يخدم في مسحة المنظومة الوطنية للتربية والتعليم نقول أنا في اعتبارها العمومي والمجالي أولادنا توف في الوضعية الحالية ثلاثي الأول الامتحانات ما تجراش مجراتش وقاعدين اللوحوا بمقاطعة الامتحانات ثلاثي الأولي المعنويات متاحهم من حتى أولادنا نأكد لك رؤوا المعنويات متاحهم من حتى هما بيدهم ومش عارفين هما بيدهم ولو يتسألوا يا ترى فما سنة بيضاء ولا مش سنة بيضاء الوضعية هذية بيدها معنويا مرهقة وتأثر على الأداء متاحهم وتأثر على التركيز متاحهم وبالضروري تأثر على النتيجة متاحهم نمشون قدام إيه سيدي وما فماش حل طرفين وطرفين وما فماش حل المشين سنة بيضاء سنة بيضاء ستكون كارثية بالناس الكل معنويا الاحتمال هذا في حد ذاته إذا الإنسان يعتبروا أنه احتمال ممكن رأوا كارثي كارثي معنويا اليوم شي تسبب في أشياء خطيرة وخطيرة جدا في المجتمع التونسي إذا احنا عنا اقتناع أنه الحل هذا ما نصلوش لك يلزمنا حل آخر لك نصرعوا باش نحلوا انتم الأولياء عارفين المطالب وعارفين كل شيء وين تراوا الحل؟ خلينا ننسمو رايك والله ايش اقول لك عارفين المطالب احنا ما ندخلوش المطالب وحتى نسمو احنا في المطالب كما نسمو معكم انتم فما اراوا ارا معاكسة توا سي نجيب لا المطالب اللي تلزموا اللي موجودة في لوحة المهنية احنا طالبين نحاوروا اللي قالوا سي نجيب احنا طالبين باش نقعدوا نحكيوا مبعادنا افارامو قالك ما فاماش استجابة ما تخلناش في المطالب اليوم يلزمنا نقعدوا يلزمهم يقعدوا مبعادهم على خاطر ما عندهمش خيار ما عندهمش ما فاماش خيار ما فاماش اليوم ان يبقى دوتر سوليشون انه يقعدوا مبعادهم ويلقوا حل وبالاكيد انا اللي نتمنى هو انه الحل هدايا يتعاهدوا الناس الكل انه في المستقبل اولادنا وابناتنا يخرجوهم من زاعة اضمها راهوا السيناريو اللي يتكرر هذا مهما كان راهوا عنده انعكاسات ياسر خطيرة على مستوى هذا كلام انشيش كل المشكول تسمع وزير التربية يقولك احنا راهوك نرفضوا انه التلميذي يكون راهينة نسمع الجامعة العامة للتعليم الثانية يتقولك احنا مش هدينش تلمز راهينة الحكومة متعنته وما تحبش بتعاوداته وما تحبش تجلس الى طاولة انا بربي نحب الوضع هنا المسؤول على التربية والتعليم هو الدولة التونسية الدولة التونسية الدولة التونسية فيها وصولات من المشكلة تقول لي انت الدولة عايزة باش تجلس الى امتحانات مانت انت بشتغل بسيف الأساس المضربين يقولك انا باش نحجب الاعداد يعني انت قاعد تقولي انه الدولة التونسية غير قادرة باش نسر الى امتحانات الدولة المسؤولة على الشعب التونسي بكل مكوناتو بكل هداكو ما توصلش باش نسر الى امتحانات باي في ان ايدام شكون مدال عنده الحل تلوزيري عدي الامتحانات نحل المشكلة عضاء الحكومة يمشيوا عدي الامتحانات ما هي ما يقول لك كيف تقول الدولة دعوني نعطيني أنا نحل المشكلة أنا أن تجاوز القانون لا سمحني ما يزيدنا نقول إحنا مدامهم موجودين خلنكون إحنا نعطي رأيه بلق شاكر هذا نقطة مهمة بش نرجع نحن قبيرا شوية عدينا سابر لارا من عرش كنا خيان تفرجتوا فيه سبعة في المئة في سابر لارا سألوا التوانسة قالوا له مش نومة أسوأ أحويج عشتوه في 2018 في الطوب فاي في الخمسة اللي أحويج لولانية نلقاه ضراب القطاع التربة بالنسبة للتونسي مقبلش رأوا المعلم بالنسبة للنحلة والأستاذ صورته رأي حاجة كبيرة برشا لأنه هو اللي ربانا هو اللي يكوننا أنا واحد من الناس إذا موجود هنا سيجراسي الإطار تربوي لقراني إذن اسمعوا لا لا اسمعوا لا لا اسمعني أنا دكري دكري إذن وقت اللي توا الصورة متاعها تتمس بالكيفية هذه رأوا ما ينجم كان يضر مش هي المربي بارك لكن القطاع التربوي لكله ككل أنا أعطيك مثال بسيط بغض النظر على كل شي سيدي هاد هب فرض أن سيدي الصناد ما مشهد قطاع التربوي عمال عمال إذراب تصليل الماء يواخر ويقدم يقص الماء على الديار كل على التواسل يستيق يرخي المنجالة على التواسل كل ليس معقول رأوا معناه شنو ذنب والتلميذ في الوضعية هادية رأوا ما عنده حتى ذنب ما عنده حتى ذنب سحف قرش جاعد دقول أنت كانك تعمل دقول مطلوب من نقابة التعليم الثانوي ومطلوب من الاتحاد اللي عم تنسي للشغل أنه ما عنده عملي ضربات ليه 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 أنا مدرس يعني قريفة لامضة ولا نقريفة لامضة ونعطينا نعملها في الامتحانات ولا باي سيدي يتبع معي برك باش يتبع معي خطر زادة ما نقولوش الرهينة رهينة أعطينا شو تحب نعمل شهر حمرة ندخل نقط نعمل شهر حمرة لو كان جاءت الحكومة تسمعنا والله يمنعملوا شهر حمرة أما سيدي هنقول لك للتاريخ بركة في فيسا فيسا نار 6 ديسمبر 2017 عملنا إضراب ما سامعونيش نار 19 ديسمبر 2017 مشينا حتى المجلس النواب في تجمع وستاذي قدام مجلس النواب وما سامعونيش عملنا حجب الأعداد في 2010 من داية من 10 جامفي 2018 وما سامعونيش هيا عملنا إضراب تجمع من سامعونيش قبارك هيا عملنا إضراب من سامعونيش تجمع من سامعونيش تجمع أخرى أخرى من سامعونيش حاجب الأعداد من سامعونيش عملنا تعليق الدروس متحب على الإضراب يا سيدي وعملنا في أفريل ما عملنا جمع كاملة تعليق الدروس ولا من سامعونيش اضطريني عملنا في أخر العام مراعاة للمصلحة الأولى الأتلام المصلحة الوطنية إلى آخره رجعنا نقرر ورجعنا الأعداد و هذا شو عملنا الرسالة التربوية الوطنية اللي قامت بها نقابة التعليم الثاني وليت حد عم تنسل شغل على الأساس أنه إحنا يسدي تفاديا للأسوأ نرجع نقريه ونرجع العداد ونجحنا سنة دراسية وبامتياز نجحنا هؤلاء في انتظار أنه في الصيف تنتفاوضه تفاوضنا في الصيف في السحاف وتفاوضنا في سبتمبر وتفاوضنا في أكتوبر وآخر عملنا جلسة في أربع أكتوبر قدمت بعض المقترحات التي تكرنا على مدين المقترحات لا ترتقيك ندينا يوم ولل نهار 23 نظامبر في جلسة أخرى والله منطق الأشياء طبعا ما يبارك يعني أنا عندي قرار إيقاف التعليق المتحنات الثلث لماذا الأول ولا وعايت لي في جلسة 23 نظامبر منطق الأشياء يفترض أنك أنت يجب أن تقدم لي مقترحات يجب أن تقدم لي على قدمته نهار أكتوبر أو على الأقل تحافظ على المقترحات التي قدمتها في 4 كتوبر تراش قالونا في جلسة 23 نوفمبر وحاضرين فيها ثلاثة ستة وزراء بما في ذلك الكاتب العام للحكومة اللي هو يتكلم باسم رئيس الحكومة راجعوا على المقترحات اللي قدموها في 4 أكتوبر هذي تفاوض جدي هذي وزارة هذي حكومة تحب تحل المشكلة تحس أنه بعيتونا الجلسة في 23 نوفمبر استفزازية لكي لا يحلوا المشكلة وتحس يعني ولت عنا قناعة ومن 23 نوفمبر إلى الآن لن نستدعى لأنه ببساطة لأنه ببساطة لأنه ببساطة لأنه ببساطة يقول لك إذا أردتها فاطلب المستطاع المطالب متاعكم بالنسبة ليم يقول لكم وجعفة ميزانية الدولة لا يمكن تحمل الزيادات لتمنطع الميزانية نعطيك أنا مثال صغير شهرية الأستاذي ذرلي طوى تساوي تقريبا شهرية مدرعا في إدارة مركزية تقريبا نفس المستوى معنا بتاع مليون وسبعمائة يعطيهمنا سيديا ما أقال مليون وسبعمائة يعطيهمنا يعطيهمنا سيديا مليون وسبعمائة يعطيهمنا المدير العام ليدارة مركزية مليون وسبعمائة تقريبا نعم في البريت مدير عام في وزارة الطربي ولا مدير عام مليون وسبعمائة في البريت لا مشيش هكرا يا سيديا لعلمك أنه الأستاذ وشوف مو نحب نصلح التعليم ولا إحدى البوابات لإصلاح التعليم هو أنك ترفع من المردود المالي للأستاذ يكون في وضع مادي على قل بحترم شوية مش طلبين سيديا كان الأستاذ عايش أزمة مالية أحنا متأكدين لكن كان الأستاذ في الليكور الكل عايش الأزمة المالية تي جميع الوظائف معاش خالتين لا أستاذ الجامي لا تبير لا سوحف معاش خالتين للناس كل أما ما هو وزادة أحنا مون تحكيوا على التربية ولا نحب الرجل للإشعاع والاعتبار للمدرسة العمومية وللتعليم العمومي باش باش ترجع ترجعوا الوزادة كذلك يبو مربي أنه عندو كم احترم كرامته أسحيح أن روسي حافظ ليسهم في أنه صورة المربي تنهار مش هو هو قاعد يخدم في خدمته وقاعد يقوم بواجب وقاعد يضحي هاي نمشوا للشمال الغارب وشوفك فيش فان الظروف قاعدين يقريوه على الأقل طول الناس هاي في بيرويت يمكن ثم أشوفها جوان في الثلج متاع هذا توا ثم زملائي اليوم يقريوه والبلار مكسر زملائي يقريوه وش الباب يستطيع هذا صحيح هذا بأز زم زميل يقار في حق راو هذا من نخشوش في لديك ظروف مش عايشنا حنالي يا صحافظ لديك ظروف مش عايشنا حنالك عايشنا حنالك والتلميذ نحبوا التلميذ يقرأ في صالة باهية في طاولة باهية في صبورة وعشرين هذا ما اكثرش بالأذربات هذي لا إذن الافرة اللي فيما قال سيا ريزا القطاع العالم لا شوف ندافو علي لا شوف ندافو علي يا سينجيب لازربات هذه ما لا تسئل التعليم العمومي طبعا لا اما فهمتنيش صبحو سننكمل لك سحافة ثم بعض المؤسسات العالمية وثم بعض المحامين يخيقوا جرموا لسيدة وجرموا الاحتجاجات على سيدة عمناوي ونحن نجيب دوام أرجع لا يقولش لكم ثم بعض ثم مكينة خدمة عمناوي ثم مكينة خدمة لتشويه المربين بيدك ولي رك نعم وليا بيدك وليا بيانسور وراو كل ما هو ولي راو يحس على ولياته بيانسور راو بطلع أنت التونسي راو استخماره لكل قائمة الله يحس عليها مكتب الوليات لهم يحطوا وحطوا الكل على صدقني يا سحافظ وليتفو يتود وين مصرحك وليتفو يتود للأساد أكثر من يتفو على روحه وراو يرضى روحه مريض التونسي يرضى روحه مريض وليمشيش يرضى روحه عنده التونسيون ينقز وليخدش الدواء باش يخلص الأستاذ فليتوده بتاعه باش ينجح ورده باش ينجح ورده ومن بعد يجي يلقى في برقية يا راوزك يا راوزك يا راوزك يا سحافظ يا سحافظ توجه في النقد في غير محلو المفروض هذه النقدة لا نحكي لك على التونسي لا نحكي لك على التونسي تحب لي نقض بوضوع تلك التونسي المفروض المفروض لكلام هذا يتوجه به الحكومة هني قلت لك أنا توا من 23 نوفمبر إلى 4 جنفي حكومة عندها مشكلة كبيرة مشكلة يهم التونسي لكل مهمش كنقابة تعليم ثانوية لم تعود مشكلة بين نقابة التعليم الثانوي وزارة الطربية ولت مشكلة وطنية التعليم العمومي المنظومة التربوية العمومية توحلين على الطاولة ومحل لقاش منتع النسي كله معاك أحنا خلنا سمع كلها خلنا سمع أي شريدة عايز كماندما بدي المسئولية المفروض رئيس الحكومة يزم يتصرف بمسئولية ويلقى حل المشكلة معناها مثلا شلازموا عمليا شلازموا فيه 13 نية يعني لوزير الطربية ولي المصالح المختصة يعملوا مفاوضة جدية معاهم مع نقابة التعليم الثانوي تؤدي إلى إمضاء اتفاق قالك أنهم ما عناش فلوس نعم ما عناش فلوس قالك ما عناش ما عناش عالنا فلوس ما قالوش لكلامة ذلك قال مجروفين قال مجرفين قادرين عليه والزيادة في الأجور الداخلة في إيطال مفاوضات في الزيادة العمومية السيد وزير الطربية المحافظة العمومية وبعدين نشوفه السيد وزير الطربية يقدم عديد المغالطات للرأي العام من جملتهم مثلا أنه مطلب التقاعد يتكلف 30 مليا مطلب التقاعد كسنوات التنفيل لما نمكن الأسادة من تقاعد 32 سنة 57 سنة عمر وعلى فكرة قالوا تراجعوا فيه حتى 32 سنة 57 سنة معدوش حب وعطوها يحبوا يعطوا 35 57 تعالش ما تخص 35 ولا يعني أنا وقت تعطيني بعد 35 سنة عمل نعطيك تقاعد مبكر باش تقاني في السطيرة أشكون قاعد يدخل 25 سنة الكل هالي يدخل ما هو هكاك يعني لما نقري 35 عام باش لقيروحي في السطين يعني وينو هال التنفيل والتقاعد اللي باش تعطيه لي احنا نحبوا تقاعد مبكر يعني على قل اللي يتعب يخرج تقاعد مبكر وزير الطربي يقول للرأي العام اللي عندنا الفين مليار تكلف ذلك في قبرك أما ناسيان يقول للرأي العام أنه للفيلم من الفين مليار هذيك من عام 2019 حتش لفين واحد هنجد في نوع تقاعد التقاعد التقاعد مشكلة مش عايشين هاتو مبارك عايشين هالسناديق المسلمعية ما ترجمش تلقى حل للتقاعد في المفاوضات إلا ما تلقى حل للسناديق بما فيه ميسيناير بيس تيبتي سيناير بيس عايش عجز كبير وأزمة مالية كبيرة وتحكينا على سن تقاعد سابة وخمسي سناء على قاعدة تثين وثثين وثثين يا سي شاكر ربوش كلامينا هذا احنا كان مطلبنا ثلاثين وخمس وخمسين سناء قدمت عامناول في المفاوضات المتعامنا وقدمونا ثنو ثنو ثلاثين سابة وخمسي قلنا ما سألش يا سيدي يا سيدي ما زادوا عمين في الاخدمية نعدم الآمار يا سيدي ما سألش نقبل ثنو ثنو ثثين وسب وخمسين ثم مبعدين في اخر لقاء بين الأخلمي العام ورئيس الحكومة تراجعوا على ثنو ثلاثين وقال لك يناقر خمس وثلاثين سناء بل شي � 來 hace كيف حتما فهما جوانب تقنية جوانب تقنية نسمعنا بها واللي هي كالكبار كل واحد عنده وجهة نظرهم تاعه ومن تصورش أنه جوانب تقنية هذية التلميذ والوليش يكون مطلع عليها المفيد اللي قاعد صاير هذي الكله ما هوش قاعد يخدم في التلميذ والولي ما هوش قاعد يسهله في فكره ما هوش قاعد يخليه يركز ما هوش قاعد يخليه يشوف في المستقبل بتاعه بطريقة واضحة المطلوب منهم توريت بعض ساعات الاشكاليات هذي قال احنا مستعدين باش نقضينا نتحاولوا هكا بدون شرق حتى الوزارة قالت مستعدين الوزارة سمعتوا قال مستعدين لتحاولنا لكن بشروط بمطالب مقبولة مش بمطالب مجرد احنا معانا ممثل نقابة وقال مستعدين باش نتحاول نتحاولوا نقطة الانتلاق متعانا لحوار سريدارة الحوار الجديد ما ينكمل المعلومة يا سريدار ما وقال لك بشرط ان لا يكون التلميذ رهينة لا يكون هناك حاجة لا هذا انا مع سيد ما تشدش التلميذ رهينة ويجا نحكي انا شوف هكا ولا ما تشدش التلميذ رهينة بندروج مش يتفاوض معه سي شاكر سي شاكر سي شاكر اهدا انا بالنسبة لي انا عندي موقف مع الاولياء سفدير بالنسبة لي انا مهما كان اني زاع الولاد مازمهمش يدخلوا في النقاشاف اعطيني شكل احتجاج اعطيني شكل احتجاج يقوم به الأستاذ من غير ميتمستمي من غير ميتمستمي من تجمع انا كنت تقولي شركة النقل يعمل اضرابه من غير ميحبس الكاء شوف ماذا هو راهو شوف انتي لا تم التسخير سم التسخير نعم تسخير انا قديم قريب انا قديم قريب قديم قريب ياسين اجيب انتي جسو مو جسو مو على اقل تحسين المعرفي خليه كم ترحت شرط جدي هو شرط جدية النقاش هذا هو المطلوب مطلوب ان الناس اليوم وقته تتعامل تتعامل بجدية في النقاش مطالب واضحة اجابات واضحة تقدم في النقاشات كما قلت انتي هادم النقاشات نقاشات انسان يعطي يطلب من جهة اخر يقولوا نعطيك ما نعطيك شو هو عليش وكيفاش هو جدية النقاش بالطريقة هذه احنا قاعدين نخسروا الكثير والكثير ولادنا قاعدين يخسروا في مستواهم المعرفي يخسروا في تركيزهم المعنوي قاعدين يخسروا كيف كيف في فلوس على خطر أبريتو استثمار العائلة على امتداد سنوات وهنا يشوف يروحوا ربما في مسلا بيضاء ربما في مشبه كالوريا موجود هالفكرة هذه موجود عند عامة الناس وهذا ما يخلناش نكونوا احنا في راحة يلزمكم وانأكد هنا يلزمكم أن تقعدوا يلزمنا نقعدوا الناس الكل اللي يعلم يقعدوا يقعدوا بنقاش جدي بأشياء واضحة أنا واحد من الناس أنا كمتفرج ولا كخارج كولي من عارش تووق نشوف أن نقاشات متاعك تقول لي أنت 35 55 و بعد 32 و بعد تتعدى من 32 و 55 أنا المعلومة هذه لست مؤهل باش نقول رأي صحة ولا غالطة فهمت معناتها الأشياء هذه لا أنا مسؤول على كلم لا لا حبيت نقول أنا في رأيي ما تقول أنا جدية النقاش من عدمي يزمي ينكون مشارك ينكون أنا في باني أنت قدتوا من طول الجامعة العامة معناها دعاتي إلى مسيرات جهوية في 39 جانفي 29 جانفي و 23 جانفي وتجمع وطني زاد يوم ستة فيزري معناها ظاهر فلا أطلع فلا أطلع نعرف هذا إن لم إذا كان لم نتحصل نتوصل إلى اتفاق بلك بلك تتعمل ثم إرادة سياسية مثل الحكومة ونحل مفاوضات جدية تؤدي إلى اتفاق وقتها توم ما نوصلوش لستة فيفري علش علش قلت لك راهه بالحق نحسه وكأنه ثم مخطط من طرف الحكومة إلى تمديد الأزمة داخل التعليم الثانوي تعرف عليش أو لا بمرور الوقت سينفضوا من حول نقابة التعليم الثانوي الأساتذة وتفشي الأساتذة في تحقيق المطالب وتكون الضربة الكبرى لإحدى كبريات نقابة التعليم الثانوي وقتها تكون الضربة للإتحاد اللي عم تنسي للشغل هذا مخطط الحكومة أما يبدو أنه المهمش فهمين بالقداية تاريخ نقابة التعليم الثانوي والتاريخ الاتحاد اللي عم تنسي للشغل راهوا في عوض أنه نجلسوا طولة المفاوضات ما تقول لي مثل المطالب مكلفة ما نتفاوضوا فيه مطالب مكلفة وشوف تحدثوا نعطيك أرقام برك تحدثوا عن 900 مليار خصصت للمدرسة الرقمية لا لقيني 900 مليار ولا لقيني للمدرسة الرقمية عمناولوزير التربية هذا الحالي فيه هذا ومخافي كان أعظم هذا اللي يصرح به قال لدخلت نجع 24 مليار ما يعرفش عنه ونمشيت تبخرت من دون وجه ما مجيش ما تمش تراث لها يعني ثم فساد في وزارة التربية مهكة هذا 24 مليار تقول لي الاعتمادات متاع الدولة ما تسمحش نقول لك شوف ثم حاليا توسنا 1400 مليار هذيك كتخفيض ضريبي عفقات ضريبية لشركات كبرى شركات أجنبية تستثمر هنا وتحول المربيح متاحها للدولار بالعملة صعبة البرى ونخلصوها من جيوبنا 1400 مليار إضافة لأنه عديد الشركات وعديد رؤوسنا الأموال الكبيرة لم ينخلصوا في الضرائب بره تجيب الضرائب من عند الناس خلص رب الالف الميلار تقول لي الدولة ما عنداش أما الدولة ما عنداش صحية أما ما تحبش تمشي لتجيب الموارد المالية متاحها وتضغط بتجيب الموارد هذي حق الشعب نظريني كلامك صحية نظريني كلام صحية على أرض الواقع كأنك مش تقول لي أنا منعتي العداد إلا ما تجرب هي تنمي مجودة منعتي العداد إلا ما تهرب الضريب يقول تاخذ حق على الدولة إسلاح شامل هذي لا اسمعني يا سي شاكر ما عش نجم تقنع الأستاذ وراهي بالمئة ألف أستاذ هو غضبان ياسي نجيب اسمعني بارك لا 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 تحكيل ما هي ما تنجمش تقنع سترة التعليم الثانوي بتيعلة مورد الدولة ياسي نجيب بلاي بلاي حنا نقول لك رأيي المواطن حنا نقول لك أنت أستاذ وتراهي روح كنتي الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنا ندفع 30 مليون أقلي نعطيكينا نظرة عاكة من فوق نظرة عامة شوي هيا أخوية عندك الأستاذ الجامعة العامة للتعليم الثانوي مطالبكم عندكم فيها الحق والوضعية يعني بها كان الخالق عندك أستاذة التعليم العالي مشاكلهم مشاكل ونقابة إجابة والنقابات لكل عندهم ألف حق لأنهم منذ السنوات ما زادهم حتى مليم في شهريتهم ومقارنة بسلم التأجير بالقوضات هذو ما زادهم مليون وهذو ما قاعدوا في أشغل ما زادهم عندك عمادة الأستاذة الأستاذة اللي في الوظيفة المهنسية اللي في الوظيفة العمومية كيف كيف بشي يعملوا تحركات وعندهم احتجاجات وعندهم مطالب مصلاب مرحبا مصلاب نحن برك هيا أخوية مصلاب نحن برك عندك مفاوضات زيادة في الوظيفة العمومية تمنين هذا الكل كيف حاش تمنين هذا الكل حلو مفاوضاتهم تنطفق حلو مو قلت لكش اليوم والآن وهنا مش قلت لك يجي نطاوضوا وحدهم وصبهم اليوم حل مفاوضات ساعة المفاوضات الجدية اللي يتأدي روحنا مش نسوك بش ناصل ندافو علش نوع بالحق ويزم الولي يفهمنا لخطر قاع كل كالتشويش على الرأي العام وتوجيهه نحو وكأنه المهندب هو النقاذ الله ما ثماشي ما ثماشي بلاتون ممكن كنتوا فيه موجودين وانتم ديما تعطيوا في التصريحات وانا قريبتك تصريح وانت بارح بارح يظلي وانت بارح تصريح اللي كنت تعملت تصريح كتويل وعريض في صباح نيوز شوف معناها ما شاء الله قاعدين تكلموا وتعبوا وتدفعوا وتقولوا والمجال مفتوح هاك هنا موجود هاو لقابة المعنى هل يعتهم السفر بعض لبرشة المؤسسة تعلمية مشكورين خاتر مش على خلال يجب أن نحطوا حاجة في بني أنا رأوا للأسف شديد ثم ناس فهمت الديمقراطية بالغالط في البلاد هذه ما معناها الديمقراطية الديمقراطية مش فوضع لا معناها قول اللي تحب المهم اللي الحب هو أنا اللي اسم هو أنا هذا يتطقاه في برشة نقابات موجود اللي مكش معايا رك ضدي وإذا أنت انقضت ولا كلمت ولا هذك كذا ولا هذك محسوب على كذا لأ بالعكس ينزم الرأي والرأي الآخر نسمعوك أنت تحكي على ميتال فستاذ دون شايت دون تجريب ميتال فستاذ على روس بعض الإعلاميين وبعض المؤسسة الإعلامية مس من كلمت ربي هذا مبدأ الأشياء ضده ومحترامنا للمربيين زادة صار اعتداء ميتال فستاذ على روس وهذو ما رأهم بالنسبة لأننا رأهم عبارة على أباتنا ثانين المدرسة الثانية في الحياة هي المعهد والمدرسة والله أولادنا طلم ذا أولادنا بالنسبة لأننا شقينا ثنيتنا وخرجنا كان عبر أهل الناس هذوما فهمت أن يكونون بكل احترام وتقدير لكن في نفس الوقت رأوا عندك زوز مليون ثنين مليون ولي أنا ما نحكيش على ابتداء ناخدونا كنا الثانية تسعة مئة تلف متاع الثانوي تسعة مئة تلف تضربوا في الاثنين الأم والبو تحكي على زوز مليون تحكي على زوز مليون ونحن مئة تلف محسوسين ممسوسين حطنا مئة تلف زادنا ولي عطنا وليون أنا حكي وانت وليون لأولي إذن رأهم معناها يزمن نسبوا لأمور ما نحكيوش يقولوا بيون تلف وكذا رأوا عندك من غادي زوز مليون رأوا يتقلموا وسكتين والبعض منهم ما احنا نمشي وكما شاكر كما أنا بدأ يخرج بربي عليش ما تكلمونيش على كذا بربي عليش ما تقولوش يشدك في القهوة في المطعم في 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 السوق في أي بلاسة يوقفوك هو بيت وكيد رو يتوقفوها كما يعرف يبدو يلو ويبدو شوف رأوا رأوا شوف مهما كانت تكاليف الخطأ استراتيجي بالنسبة لي أنا وقرأتي ديما يقول أنكم حطيتهم معناها ربما دفعوكم دفعان كما تقول أنت ربما خطة جهنمية من بعض الأطراف السياسية لا 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 يتوقف فيها لا لا خليوا التنميذ رهيلا والنتيجة هذا عليش تقلب عليكم رأي العامرة هذا عليش يتقلق عندي ملاحظة سحاف بالحق رأوا كلمت رهينة تعشمات تودي وكأن نحن عيصابة ورهينة لتلامذة لا حشي حشي هو وصف توصيف كسماني نحن بالحق رأوا كنقول لك رأوا متلامذة متلامذة نحن نغارو عليهم ومصلحتهم نتعاملوا معهم كين ولادنا رأوا ثم تلامذة ثم أحويج لم يتحدث لبوهم لم يتحدث لأمهم يتحدث إلى الأستاذ أو إلى الأستاذ المتاعوا صحيح رأوا في العطلة العطلة الفات ثم السيد يقرروا قرروا وقدموا دروس مجانية بالحق ثم ناس يعاونوهم كأي إشكال لا يا سي نجيب والله ما نجرب في الناس كنت فيها ديما ديما أستاذ خيرين وكما قلت لغلبي لا الله يعني ما مال اللي نشوف هو الحقيقة زيد الأستاذ أخويا الدروس الخصوصية يقرروا ربي الولي دم قلب يحطه والله العظيم إحدى الحواج يعني لما نصلح جوهريا منظومة التربوية ونقض يتم القضاء على الأسباب الرئيسية التي خلت ثم دروس خصوصية تتنحى بتباعتها دروس خصوصية أما على خطر الدروس الخصوصية جات كنتيجة فشل منظومة التربوية كاملة هات النقض يقضي على الأسباب بتتنحى الدروس الخصوصية بالتأكيد ريت نحب نقول كلمة الوضعية حالية خطيرة خطيرة جدا في اليوم التلميذ هو اللي قاعد يخلص في الفاتورة وحتى المنظومة مهدد منظومة التلميذ اليوم مهما كان التلميذ اليوم هو اللي قاعد يخلص في الفاتورة في مستوى التركيز في مستوى المحصول المعرفي وفي مستوى الإمكانيات المادية لذلك التلميذ وبر العائلة تنسي هذا من الجموش نقول وراء نحن اليوم مهما كان نخدموا في المنظومة العمومية على خطر المنظومة العمومية نضروا فيها الحكومة تعمل تدمير ممنهج للمنظومة نجيب أنا 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 لكن اليوم ماناش نخدموا في المنظومة العمومية لأن الثقة تنقص في المنظومة العمومية لعبات يلوجوا في الدروس الخصوية ويلوجوا في التعليم الواحد اليوم اللي احنا المبادئ اللي نحبوهم وندفعوا عليهم ماناش نخدموا من جهة أخرى صحيح كلامنا لقد ندفع لها إحنا رجالك لا لا هو الرجال حتى رأيه ثم أرامة خيائها سيريذار لو لا فرشل المضوما لا كان لأستاذ يلتجأ إلى الدوري سخصوصية هذا أولا لا أستاذ يلتجأش الولي يلتجأ الولي يلتجأ الولي يلتجأ الولي يلتجأ ولي يلتجأ انا ربي نكمل الكلام هذا الوضع وما يمكن حد أن الدنيا غلات على النسر كل بي ما فيهم الأستاذ وضعت ولك مزر الوضع الحالي هذا هو بالنسبة للملف الحالي سوف تدير الملف اللي هو ما تروح دوعا لنقاش نحكيه على المنظومة التربوية التونسية اللي أنا نعتبرها خطيرة مش كارثية اليوم المنظومة الوطنية خطيرة على خاطر قاعدة تتسبب عندها انعكسات على الوحدة الوطنية وعلى الأمن منتع البلاد على خاطر اليوم وقت نخلق وعباد يقرأ وعباد ما يقرأوش عباد واسين التعليم مرتبط بالإمكانيات العائلة النجاح في مستويات ضعيفة جدا اليوم عندنا مئة ألف منقطع سنويا يخطوا معنا أميين الوضعية هذه حتى واحد من نجم يقول هي وضعية مريحة ووضعية الوضعية خطيرة الحال الملف هذا لا يتحل بالحلول العاجلة يتحل بستراتيجية حقيقية بتشريك الناس الكل بوضع أهداف واضحة والناس الكل ينهزوا عننا عن أهداف واضحة نحن نفعل معه براء سوف نفعل أنا قلت لك بكريكا راهي الحكومة تعمل من سياسة ممنهجة لعدم لا يقوم بإمكاني تدمير لا يوجد معطنية بالمؤسسة التعليمية العمومية أعطيك مثال وزارة التربية تخفض في ميزانات المعاهد من العام الآخر تخفض فيه يعني أثناء خفضت 29% من ميزانات المعاهد الكل في نفس الوقت في ميزانة متكفيش يزيد يخفف لا يتخفض ليس حتى يكبرك في الصيف مش أنا قلتوا لكلام هذا ما حد دراسات ما حد لحصاء قال قال لي الكلفة متاع المواد المكتبية الكل ارتفعت ب30% صحيح والمعهد شيشري مدير المعهد شيشري ما يشري كراسة ويشري ستيلو ويشري تبشير ويشري الفلائف أكو لا ويشري الامبريمونت المواد المكتبية زادت ب30% نقصوه في الميزانية متاعه و20% طرفي ميزانية 2017 عملونه تكرمت الدولة على وزارة الميزانية ومعهد بزادة 3% يعني تنقص لي تقريبا 50% بشزيدني 3% في المقابل راهوا الدولة وزارة الطربية قاعد تعمل في طعمتي في منحة تحفيزية للمدارسة الخاصة هذكو لا ثلاثة كيفاش بسكرين باب الانتداب في التعليم الثانوي الباب الانتداب لحد الآن عنا أقريب الألف شهور قار مراكز عمل القار قريب الألف هذي تصريحات وزارة الطربية أقريب الألف مركز عمل القار المفروض يعني ثم ألف قصة ما شو يقرأ المفروض وزارة الطربية يجب أن تنتدي ألف أستاذ وعن النواب ثم زملائي النواب كما عملوا في المتدائي هما هم تدبوش الحد الآن شا عملوا هما ألف ومتين بخلاف هذه كمزا الألف المفروض أنه كنت يفوض الألف كمش حلوها هما حلوها بالتشغيل الهش جيب النايب خلصوا أربعمائة ألف تحت الحيط تغطي اجتماعية وهي من أكثر الإجراءات الغير قانونية التي تعنفها الدولة تقرأ الأمر عندي خبرك عندي 15 نيوم على كل ثم سنوات كاملة سنوات كاملة وإنت تقري يعني في عدت أنت دب يعني أستاذ قار لمركز عمل القار بش يكون عنده استقرار بدغوجي ونجم يقدم مردود بدغوجي تجيب نايب في وضعية هشة النايب اللي هو لمش تستقرر اجتماعي ما عندهوش حتى الكوب بشي روح ما تبشي بشي يتنقل يخلصوا بعد ستة وسبعة شر راهو يرويوا استغلال فاحش لزمن النواب في عوض يحل مشكلة النواب بطريقة جذرية ويحلوا مشكلة انتداب بطريقة جذرية هيري عام فالتالي حرد خرجوا أمر ألف ستوربين سحافة عرش فيه أكثر غيابات موجودة في بتاع التعليم وهذاك علش يجيبوا في النواب لا لا النواب مش خطر ذاك على خطر ثمنه ثم أمرض المرض مش هورش ثم أمرض هذا عرش هذا تعويضات الظرفية شو شو تعويضات الظرفية هذاك كلام يروج ثم موكسي ثم غيابات الظرفية الأستاذة بطل ما تولدش واحد ما يمرضش والولادات هاي الولادات على غالب والقطاعها تقريبا 60% منه نسوي ثم غيابات الظرفية تسددوا بالنواب وثم غيابة وثم مراكز عمل القارة لهنا في تونس عنا مدارس توا ليسيات ما مش يقرأوا العربي ياسد ياه مش ميقرو حتى حتى النواب ما نتهماش دونك هذي وقتين تتعمل الإطار البشري متنتدبوش بطريقة قانونية وتمارس معه التشغيل الهش مش يقدم لك نجم يقدم مردود بيداغوجي حتى اللي ينتدبوهم هذا مثل 1200 كيفاش نتدبوهم مش بصيغة أستاذ تعليم ثانوي بصيغة متعاقد سنف آه يعني متعاقدي نجم يتردو الوضعية هشة هذي بش يصلح به المنظومة التربوية هكا والله إضافة لأنه إذا كان من 2001 شلتو الريق متعنا شاح إيجا نعمل حوار وطني شامل حول إصلاح المنظومة التربوية يبدأ فيه المناهج البرامج الامتحانات التوجيه التوجيه الجامعي التوجيه المدرسي علش من رجعوش لاعتبار تعليم التقني واللي ثم مسلك متع تعليم مهني والآخر تعليم هكا والله علش من عملوش انتداب مستقبل الانتداب بالأستاذ يكون من التوجيه الجامعي اللي يخذ البكالوريا يا سيدي تحب تمشي يتقول لي أستاذ ولا معلم ولا قيم ولا إطار إشراف في الفضاء يخي تعال عن طريق كلية مهنة تربية أو دور المعلمين العليا اللي كانت تقبل وكانت تخنم يتكون معرفيا يتكون بيداغوجين مو هذا هو هذا صحيح هذا على طريقة هذا يمش توا مش ديما الدين الميديا ثم إجراءات عاجلة توا تتنجم تتعمل أنه سيدي أنا أعكي حاجة برك ما هو الولي خلص خمسالاف في السناف بتزيل عن بعد عن بعد ما صبوا الهمش عديد المعاهد ما صبوا لوش على قل قبل كان على قل يجيب التلميذ يجيبك التنبري الخمسالاف مباشرة يمشي ويخذها توا لا التحدي الآن مصبوا الهمش إلى درجة ولنجم يبعث مرسلة الولية على النظام والنجم توا ثم معاهد ثم معاهد ومؤسسات تربوية قصين عليها الماء وقصين على الذو معقول هذا ووزارة التربية لتوا حرك هذا بش ننظر بالمنظومة العمامية بش ننظر ما عندوش مدير ما عندوش في صلح كوبا ما عندوش في صلح بفاص بلاله منذ قداش توا الوزارة ما ندتكمش للتفاوض أنت يتمثل الأولياء والتلاميذ في نفس الوقت حكوا له وانتي جمعية إيش عملتوا في الوضعية هذه أبا رحضركم في البلاتوات أنا سريد راح أننا نكبر جمعية تعالوا لي أسمع أبا رحضرت في البلاتوات دبل كسكت ولي واحد بش توقفوا النزيف هذا اللي صير أبا رحضرنا في البلاتوات أنا مش حاضرين بش لبلاتونات بش نزينوا البلاتوات بش نبلغوا رأي الأولياء بطبيعة لا لا شوف على خاطر في السؤال فما إيحاق وأنا شوف الكلام اللي قاعدين نقول فيه هنا قداش مرة نقول وقت نحضره في دبلاتو كسواء تلفزي ولا إذاعي نصور المسؤولين يسمعوا والكلام اللي قاعدين نقول فيه ظهر لي كلام رزين وكلام مقوي أنت تدافع مهمتك بش تدافع على الأولياء والتلاميذ وقت نقول وقت نقول السادة المسؤولين أن الوضعية الحالية خطيرة وولادنا راهم تعمالين ومن الضرورة أنتم كمسؤولين ونقول المسؤولين كسواء الترف النقابي ولا الترف الحكومي العبادة اليوم عندهم مفاتيح بهذا الكلام واضح هنا الكلام أنكم قاعدين تلعبونا بمستقبل أولادنا وابناتنا واضح الكلام هذا الكلام هذا شنوة اللي تحب آخر ندعموه يزمنا نهب طول الميدان يزمنا نكسره يزمنا بشري ده عليش تكسر معناتها اليوم شوف وقت نقولوا أحنا نكلموا ونتوجه وتوجه نجد مطالبكم تعملوا لايحة تصحوا فيها خمسمائة تلف ستمائة تلف ولي وتبع ذو العام ولا الحكومة ولا المزارة ولا كذا شوف كلامنا ما يستوجبش لايحة لأنه كلامنا رانا ولادنا وابناتنا نحبهم يقرأ ما وسير الضغط حتى هي تقل لي أنت فما رئيس الجمهورية فما رئيس الحكومة فما رئيس مجلس النواب فما الأمين العام الاتحاد تونسي للشغل فما عباد اللي يسمعوا وعندهم هما المفاتح وقلهم على ذكر الأخل الأمين العام بلاي سيريدار فقط على ذكر الأخل الأمين العام تبنى مطالب الجامعة العام لتعليم الثانية طيب علش ما تبناش الحوار هو مع رئيس الحكومة هو يقابل فيه رئيس الحكومة يقابل في سيد يوسف الشاه هاي أنا قابل رئيس الحكومة و32 ولاد 35 يعني رئيس الحكومة في عوض مع الأخل الأمين العام يدفع في اتجاه يعني تتحل المشكلة ويقدم مقترحات تتسمعها موش الوزارة سيد رئيس الحكومة بطبيعا هي في الجلسات الترتيبية حاول الأخل الأمين العام بشي يصرح المفاوضات وتتضبط جلسة التفاوض يعني في عوض يعطيه الرئيس الحكومة في عوض يقدم في المقترحات الجدية يزاد وخر يعني من كنا متفكين في 32 سعب وخمسين وقبلناها كنقابة إلا أنه مع 32 معدد شوالات 35 وهو يقول لي مطلب عبثي يعني كتقول لي 35 سنة بعد 35 سنة إجتوا نعطيك تقاعد بو بكر يقولك لا اسمح فيه خلها مزيدك عنه تكملوا كاو بشو وصل بتمعته للستين تقريبا لأستاذ في الوقتها لكن هو النذاء هو توقع نود تقاعد جديد للأسف حالين 60 عام لا اللي صوتوش عليه في الثوانين في الثوانين مازلت غير هالمطالب هذية بالنسبة لإصلاح المنظومة التربوية عندكم مقترحات عملية قدمتوا بهم للوزارة وإلا فقط نحب أن نسحل عن مقترحات عاجلة قدمناها الوزارة وعن مقترحات أجلة في الإصلاح الجوهري والعميق والشامل اللي يشمل بالمنظومة الكل هذه كبس بيع مش إحنا برك مسؤولين عليه النقابة التربية الكل المجتمع المدني لوليات لامدة هذه كل ساعة يحب له شوي وقت يحب له أما تحس أنه ما ثم ماش رغبة ما ثم ماش إرادة من الحكومة يعني بالدليل أن في ميزاني 2019 لا وجودة لأي مليم حول إصلاح المنظومة التربوية ما ثم ماش بخير يصلح الكلام بيصلح بالكلام والإصلاح يتطلب اعتمادات الحكومة ما تحبش تستثمر في المنظمة في المؤسسة العمومية ما هيش عام الاعتمادات لمدرستنا العمومية بيش نتصلحوا المنظومة العمومية حتى في أبسط هني قلت لك الحد توا ثم مليسية تمسك عليها إذا شدت الحكومة صحيح في موقف شو بش يكون موقفكم نحن عنا مطالبنا منش نتراجعوا وثم رغبة قوية لدى الأسات إذا هم نحن متمسكون بحقوقنا نحن ندافع على مشروع وطني يهم التوانسل كل اللي هو النهوذ بواقع المنظومة التربوية وبواقع المؤسسة التربوية المتردية لحد الآن ويجب على الحكومة أن تسمع مئة ألف أستاذ يدافع مش حكا ندافع نحن ندافع على مشروع وطني في التعليم للنهوذ بالمنظومة التربوية والمؤسسة العمومية يجب أن نسمع في ذلك وتفتح مفاوضات جدية هذا دوره كرئيس حكومة يزم يأذن لوزير الطربي ومن هنا للامتحانات إذا ما استجابوش لمطالبكم ستتم مقاطعة الامتحانات نحن حاليا عنا قرار متأهيد متمسكون بمطالبنا ومتمسكون بقراراتنا أنا سدي بخلاط حتى الامتحانات هل نعمل في وقافات احتجاجية عملنا عطي صمات في العطلة عطي صمات في المندوبيات أما مسينا حتى حد ولم نسمع عطي صمات في الليل وفي النهار ومع ذلك وزير الطربي يسمعنا بقي يهدد سياسة التهديد وسياسة الارباك المنشورة في بالكبير المنشورة للوصفة الطبية يلكره فحوظا أنه يحل المشاكل ويسمع المربين يهدد فاهم وفاهم أنه وزير الطربي الحق أنه رهوا سياسة التهديد لا تجدي نفعا مع المربين نختم بكلمة معك سير شوف سيشاكل البضاية خطيرة والسادة المسؤولين الكل راهوا عندهم مستقبل ولادنا وبلادنا ويلزمهم وربما في ثورة الكلام ده وين ماشين احنا بالوضعية هذي هما ما يقعوش الحال سوف يدير ماشين للبلاد في حاجة اللي هي غير مقبولة وغير معقولة وحكي تقبيليك على الإسلاح الاسلاح هو شأن وطني ويهم الاختصاصات الكل وراء ومش بالطريقة اللي تم سياق به الاسلاح باش نصل الاسلاح يهم الأطراف العديدة ومتعدة وهي الاختصاصات شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك سيريذا شكرا لك حافظ الغريب نتقابل ونشاء الله لأسبوع القادم في حلقة أخرى من رأي وفي رأي سبحانه خليل شكرا شكرا لك